بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معكم اليوم المعلمة نادية القضاء من مدارس الأمم الإبداعية في شرح درس السعة في مادة الرياضيات للصف الأول الأساسي فأهلا بكم اليوم أعزاء الطلبة رح نتعرف على درس وصف السعة قد يتساءل البعض وقد يكون الأغلب منكم ما معنى كلمة السعة السعة يا أحبابي هي كمية المادة السائلة في الوعاء رح أعيد لكم إياها مرة تانية وتركزوا معي وتستوعبوها وتعيدوا معي هلا السعة هي كمية المادة السائلة في الوعاء إيش يعني سائلة؟ يعني مثل العصير، يعني مثل الزيت، مثل الماء، مثل القهوة، مثل الشاي، مثل العطر هذه المواد نقول عنها مواد سائلة أما كلمة الوعاء فهي تتضمن الكأس، الإبريق، الكوب، الدلو، الخزان إذن مرة أخرى سوف أعيد عليكم معنى كلمة السعة السعة هي كمية المادة السائلة في الوعاء من خلال شرح الآن للدرس رح تتقرب لكم الفكرة ورح تعرفوا إيش معنى السعة لو أحضرت ثلاث كاسات وقمت بملء الكأس الأول الكأس الأولى بالماء مثلاً أقول الكأس ممتلئة ووضعت في الكأس الثاني نصفه نقول لقد امتلأ نصف الكأس أو نصف ممتلئ وإذا أبقيت الكأس الثالثة فارغة نقول الكأس فارغ إذن أصبح لدي ثلاث مفاهيم وردت معي في الدرس المؤفوم الأول ممتلئ والمؤفوم الثاني نصف ممتلئ والمؤفوم الثالث كلمات فارغ الآن إن شاء الله سوف أوضح لكم ذلك وسوف يصبح لديكم القدرة على تمييز معنى كلمة ممتلئ ونصف ممتلئ وفارغ السلام عليكم إزايكم يا أصدقائي عاملين إيه؟ النهاردة درسنا جميل جداً اسمه السعة هنعرف مع بعض يا أصدقائي من خلال شرحنا النهاردة معنى كلمة السعة يلا بنا يا أصدقائي أول حاجة أحضر كوب من الماء كوب من الماء تاني حاجة أحضر وعائين كبير وأصغر منه عايزين وعاء كبير ووعاء أصغر منه هذه الوعاء الكبير ودوة الوعاء الثاني اللي هو الصغير عايزين ما نعمل إيه أصدقائي؟ عايزين نعرف كل وعاء بياخد قد إيه كمية من الأكواب من الماء؟ يلا يا أصدقائي الوعاء الأول بياخد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة الوعاء الأول يا أصدقائي بيتمالع بكمية عشر أكواب من الماء طب عايزين نشوف يا أصدقائي الوعاء الثاني اللي هو أصغر من الوعاء الأول بيتمالع بكم كوب من الماء؟ يلا بينا مع بعض يا أصدقائي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة لقينا يا أصدقائي أن الوعاء الثاني بيتمالع بتسع أكواب من الماء من هنا يا أصدقائي نلاحظ إيه؟ فهلا يا أصدقائي نلاحظ يا أصدقائي أن الوعاء الأول كمية الماء اللي بياخدها أكبر من كمية الماء للوعاء الثاني معنى كلمة كمية هنا يا أصدقائي معنى إيه؟ السعة يبقى سعة الوعاء الأول أكبر من سعة الوعاء الثاني يبقى عرفنا يعني إيه السعة يا أصدقائي يعني الكمية إن سعة الوعاء الأول أكبر من سعة الوعاء الثاني شاطرين يا أصدقائي الآن سوف أعرض عليكم بعض الصور التوضيحية للمفهوم ممتلأ نصف ممتلأ وفارغ دعونا الآن نصف السعة في هذه الأكواب أول كوب من هذه الأكواب مملوء بالحليب أما الوعاء الثاني فهو مملوء بالشاي وأما الوعاء الثالث فهو مملوء بالقهوة إذن جميع هذه الأوعية ممتلئة دعونا الآن نركز ونصف السعة في هذه الأوعية الوعاء الأول نصف ممتلئ بالماء الوعاء الثاني نصف ممتلئ بالحليب أما الوعاء الثالث فهو نصف ممتلئ بالعصير إذن هذه الأوعية جميعها مملوءة إلى نصفها نقول عنها نصف ممتلئ نصف ممتلئ وصلنا في هذه الصورة إلى وسط السعة باستخدام كلمة فارغ لأن الكاسة في الجهة اليمنى فارغة والكوب في الجهة اليسرى أيضا فارغ إذن نقول فارغ إذن نقول فارغ والآن وصلنا إلى الفقرة الجميلة من فقرات درسنا لهذا اليوم وهي هيا بنا لنمرح قليلا وهذه المسابقة مسابقتنا لهذا اليوم هي أديك النشيط هيا بنا يا أصدقائي نرتب هذه الأوعية من حيث السعة سوف نرتبها تصاعديا من الأقل إلى الأكثر لدي هذه الكاسة ولدي أيضا هذا الوعاء الكبير الوعاء الأخضر ولدي أيضا كوب من الماء ولدي أيضا زجاجة لدي زجاجة ماء ولدي أيضا كوب من الماء نعم نرتب نعم إن كاسة الماء هي الأقل سعة ننظر وندقق ونشاهد أحسنتم إن كوب الماء هو الأكثر سعة من الكاسة أنظر وأدقق وأركز أحسنتم إن زجاجة الماء هي الأكثر سعة من واحد واثنان أبدعتم من ندل والماء هو الأكثر من واحد واثنان وثلاثة إذن الأكبر سعة هو الوعاء ذا اللون الأخضر أحسنتم رائعون رائعون أبدعتم يا أحبابي أحسنتم ننتقل الآن أحبتي إلى أنشطة الكتاب لو نظرت يا أحبابي إلى كتاب الطالب صفحة 36 سأكتشف لوحدي وصف السعة لهذه الأشياء المعروضة لدي أبريق الأبريق هو الوعاء والشاي والعصير والقهوة هي السائل الذي أقيس سعته قد تبدو لكم واضحة ومفهومة وصلنا عزيز الطالب إلى كتاب التمارين درس وصف السعة صفحة 27 ابدأ معي التحدي الأول لكن لا تبدأ بالحال ابدأ بالقراءة فقط وترك الحل إلى حين أن أقول لك ابدأ بالحل الآن مطلوب فقط منك أن تقرأ وتتأمل هذه الصور التحدي الأول ألون الكأس بحيث تكون ممتلئة فيما يأتي إذن علي أن ألون الكأس الأول إلى النهاية في التحدي الثاني ألون كل كأس بما هو مناسب حسب ما هو مكتوب أسفل الكأس عندي الكأس الأول مكتوب أسفل منه ممتلئة إذن ألونه إلى النهاية الكأس الثاني مكتوب أسفل منه نصف ممتلئ إذن ألونه إلى النصف أما الكأس الثالث فهو فارغ إذن لا ألونه أما التحدي الثالث مطلوب مني أن أصل بين الشيء والكلمة الدالة عليه فيما يأتي إذن لدي أربع أوعية كل وعاء يجب علي أن أصله بالمستطيل المناسب لدي كلمات ممتلئ نصف ممتلئ وعندي كلمة فارغ إذن أصل كما هو مطلوب مني لا تبدأ إلا بعد أن أقول لك ابدأ الآن عزيز الطالب أمامك الحل بإمكانك اختيار اللون المفضل لديك والبدء في عملية الحل وأخيرا أتمنى لكم التوفيق كانت معكم المعلمة نادية القضاء من مدارس الأمم الإبداعية شرح لدرس السعى للصف الأول الأساسي مادات الرياضيات أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم وقد نلتم الفائدة المرجوة من هذا الدرس دمتم ودام الوطن بألف ألف خير إن شاء الله